الماتش مش هيتلعب مع الجونة ثم كمان يطلع النادي أهل يقول لكم كمان والجونة يقول لك احنا نتميش هنلعب كمان فيريح براحته هو ده مبدأ تكافؤ الفرص انا انا مش فهمه لكن زي ما قلتلكم نادي الزمالك ليس طرفا في هذه القضية الاهلي حر ينسحب يلعب ما يلعبش يتخذ قرارات ما يتخس قرارات يطلع بيانات ما يطلعش بيانات هذا لا ليت له اهمية بالنسبة لنات زمالك الفيديو ده يا كابتن خالد تاريخي منك لسبب النادي الأهلي هيقعد 700 سنة ما يلعبش انت بتلعبني ماتش تاني ليه تكافؤ الفرص فين كل اللي انت قلته هو اللي النادي الاهلي قاله ببيانه وعارف ليه النادي الاهلي قاله ببيانه عشان ما تجيش كمان سنة وكمان سنتين وكمان تلاتة تفضل تردد نفس الكلام ده وتقول انا كنت قايل طب ما النادي الأهلي هو بيسوق للفكرة اللي انت بتقولها للتوجه اللي انت بتقوله المفروض تقول ببيان عظيم كان لازم يصدر مثيله من نادي الزمالك لا قلت رد غريب قوي قلت احنا ملناش دعوة الموضوع ما يخصناش النادي النادي الاهلي هو الطرف احنا مش طرف كابتن خالد اعتقد رديت على نفسك وقفلت باب كبير قوي لحاجات جاية وعارفين ان هي هنرد عليها لو اراد ربنا كمان سنة وكمان سنتين بس انت ادتنا الرد بدري قوي يا كابتن خالد من المجملات والمؤامرة والتحكير ومش رابط الامور ببعضها نعم انا بقولك دي من اللحظات اللي هي يعني عارف انت اللهم زي بيسموا كده لا 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 لحظة الحلم الحلم دايما بيجي لما بيكون العقل الباطن هو اللي مسيطر والعقل الظاهر خلاص فقد السيطرة على العقل الباطن فهيط الحلم ايو كابتن خالد غنضور بالزبط حصل له اللحظة دي في وقت من على الهوى انه هو فقد السيطرة على ما يقوله فقال اللي النادي الاهلي قاله في بيان النادي الاهلي تضمن مع النادي الاهلي دون أن يشعر تضمن بالزبط كده وده اللي حصل بالزبط لكن خلاص تناولنا الأمور كلها وتعملنا شكل